الى عربي بوست كييف تتوعد روسيا الهجوم على منشأة للنفط في شبه جزيرة القرم يمهد لهجوم اوكراني اوسع قالت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الاوكراني اليوم الاحد الثلاثين من ابريل نيسان لعام الفين وثلاثة وعشرين ان الانفجار الذي وقع السبت في التاسع والعشرين من ابريل نيسان لعام الفين وثلاثة وعشرين في منشأة لتخزين النفط في مدينة سيفستوبول الواقعة بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني كانت سعدادا اوكرانيا لهجوم واسع النطاق جاءت تصريحات المتحدثة باسم القيادة في مقابلة مع تلفزيون محلي وقالت ان الجنود الروس الذين كانوا قلقين بعد الانفجار الذي وقع امس بمنشأة تخزين النفط في سيفستوبول حاولوا اجلاء افراد عائلاتهم واضفت ان الروس يتوجهون الى قواعد في مدينة نوفستوبول ايضا وفي سيفستوبول لانهم لا يشعرون بالسلام والدعم اللوجستي للمستدام في سيفستوبول واكدت ايضا ان الاضرار التي لحقت باللوجستيات الروسية هي احد عناصر استعداد قوات الدفاع الاوكرانية لعملية قوية ان هذا العمل الانفجار بمثابة استعداد لهجوم اوكراني واسع النطاق كانت طائرة مسيرة اوكرانية قد اشعلت النيران بمنشأة تخزين الوقود في المدينة وذلك في احدث هجوم على المنطقة التي تحتله روسيا وحمل حاكم المدينة الذي عينته موسكو اوكرانيا المسئولية عن الحريق وقال لاحقا انه تم اخماده بعد وقوع او قبل وقوع الكارثة وقناة ار بي سي اوكرانيا نقلت عن مسئول بالمخابرات العسكرية الاوكرانية قوله ان اكثر من عشر خزانات للمنتجات النفطية بسعة اربعين الف طن كانت مخصصة لاستخدامها للأسطول البحري الاسود الروسي دمرت في الميناء بشكل كامل شكرا